اشتركوا في القناة لاستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين وبهذه المناسبة أكد معالي الوزير أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والتي تعتبر السجون المفتوحة مرحلة مهمة في تنفيذها مثلت انطلاقة نوعية لهذا المشروع العصري والإنساني والذي يأتي في إطار العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ويعكس حكمة وإنسانية جلالته من خلال مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم كما يشكل المشروع واجهة مضيئة ومتميزة لملف حقوق الإنسان في البحرين وأشد معالي الوزير بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجهات سموه بالعمل على إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين للعودة تدريجيا والإدماج في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية والتي تجسد العدالة وسيادة القانون وأشار معاليه إلى أن ما تحقق من إنجازات في مشروع العقوبات البديلة وتطبيق القانون على 558 من النزلاء وفق ما تم الإعلان عنه خلال شهر رمضان الكريم بعد عرضهم على النيابة العامة يؤكد أن الإصرار والعزيمة وجودة التخطيط ودقة التنفيذ السمة الرئيسية الجامعة للمشروع الذي استفاد منه حتى اليوم منذ بدء تنفيذه عام 2018 نحو 5432 نزيلاً وأن النتائج الإيجابية المتحققة تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح وخلال الزيارة اطلع معالي وزير الداخلية على إيجاز قدمه سعدة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة والذي يأتي استكمالاً لنجاحات مشروع العقوبات البديلة منوهاً إلى التعاون في هذا الصدد مع مؤسسة إنجاز البحرين ومركز ناصر للتأهيل والتدريب وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية كما اطلع معالي الوزير على المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة للنزلاء وثير العمل والإجراءات المتبعة وكذلك العرض الذي قدمه عدد من المستفيدين من السجون المفتوحة حيث أشادوا بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي يشاركون فيها والخدمات التي يحصلون عليها واطلع معاليه أيضاً على عرض مقدم من إنجاز البحرين بشأن البرامج التي تقدم في المرحلة الثانية والهدفة إلى تهيئة المستفيدين لسوق العمل وفي ختام زيارته لمجمع السجون المفتوحة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ودورها المتميز في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية ذات الطابع الحديث وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة ضمن نجاح تضمن نجاح البرنامج واستمراره في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان كما أعرب معالي الوزير عن تقديره للجهات التي ساعدت في تنفيذ البرنامج والدور الذي قامت به مؤسسات القطع الخاص في هذا الشأن متمنيا معاليه للجميع التوفيق في خدمة الوطن تأتي زيارة معالي وزير الداخلية اليوم إلى مجمع السجون المفتوحة لتؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن مشروع العقوبات البديلة ماضم بخطا واثقة إلى الأمام استنادا إلى المبادئ الإنسانية والحضارية التي يحفل بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية وموساط الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان كما أسهم إصدار جلالة الملك المعظم المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2021 والذي يسمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة أو أكثر في التوسع بتطبيق القانون والمضي قدما في تطوير المنظومة الإصلاحية وبعد الإعلان عن تطبيق العقوبات البديلة على 558 نزيلا خلال شهر رمضان الكريم يكون عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون منذ العمل به وحتى الآن قد بلغ 5432 نزيلا كما تم إلحاق 46 نزيلا بأحدث برامج التدريب والتأهيل ضمن برنامج السجون المفتوحة والذي يعتبر مرحلة مهمة وأساسية في مشروع العقوبات البديلة الأمر الذي يؤكد أن تطور والجدية سمة رئيسية لهذا المشروع الوطني أشكر جلالة الملك وأشكر رئيس الوزارة وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد وأقول ما قصر أن أعطاننا فرصة لنا اليوم أن نشوف حياتنا من جد وجديد ونشوف نخترت في هذا المجتمع الحمد لله رب العالمين اليوم أن نحن أقول أن أعطاننا هذه الفرصة الله يطور في عمرهم ويخليهم دخل لهذه الديرة أشكر الملك والولي العهد واليس الوزارة ووزارة الداخلية ما قصروا صراحة وخدمونا وعلى هالمفاجأة أشكرهم شكرا جدا جدا من قلب أشكرهم إن شاء الله وفرحونا وفرحوه الأهالي بهذه المناسبة خروج النزلاء ما قصروا والملك ما يقصر في كل شيء في النزلاء في مساعدات في كل شيء في كل شيء ما قصر ما نسى أهل البحرين أهل ما نساهم أشكر الله جلالة الملك ونشكر وزير الداخلية إن شاء الله على العقوبات البديلة والعفو اللي سواها إن شاء الله ما تكرر هالغلطة وعطاننا فرصة حق نكون حياتنا مرة ثانية نشكر جلالة الملك صاحب العظم وبالمكارم ما قصر طلعنا سوايد ونسوى لنا هالفرحة فرحتين في شهر رمضان والعيد ياه الحمد لله رب العالمين نشكر جلالة الملك على هذه المكرمة السامية الحمد لله أنه طلع في شهر رمضان الفضيل ونشكر القيادة الرشيدة نشكر جلالة الملك بفرحتنا بخل وما يقصر وجزها الله ألف ألف خير يا ربي نشكر القيادة الحكيمة على استبدال العقوبة لنا ودماجنا في المجتمع مرة ثانية يعني وإحنا متأسفين على الأخطاء إن شاء الله شيء ما يتكرر الحمد لله بالعالمين على هذه النعمة اللي أعطاننا إياها واشكر جلالة الملك واشكر وزير الداخلية ما قصروا إيانا لك الحمد والشكار لك الشيء أشكر يعني إدارة الصلاح والتهيل إدارة تنفيذ الأحكام والاستبدالات وهذه دادة للشيء فإنما يدل أن الصدق أن الحكومة يعني واجد مهتمة في مصالح المواطنين فرحتنا الوزارة الداخلية بالغالي والحمد لله رب العالمين شهر مبارك علىنا وعليكم إن شاء الله والله يعود علىنا وعليكم بأحسن حال يا رب وسيبقى مشروع العقوبات البديلة علامة مضيئة في المسيرة الوطنية ونقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان والتي ستفقى محل اعتزاز وطني بإنجازاتها ومبادراتها البناء في إطار سيادة القانون